السلام عليكم مرحبا بكم معي في فيديو جديد اهلا قناة وصفة نيت كنتمنا فيديو اليوم يلقاكم وانتم في تمام صحة و العفية اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الكاب كيك ناجح 100% ببيضة واحدة فقط بمقادير مضبوطة وغادي نعطيكم حتى السل دي الناجح دياله غير ببيضة واحدة بدون ياهورت او زبادي كتحصلوا على كاب كيك اللي كيجي ما شاء الله كمية كتيرة 12 قطعة واهم انه ناجح وكيجي خفيف وارطبء وشيش كما غادي تشوفوا معي في اخر الفيديو دائما ما تنساوش خليولي ارائكم تعليقاتكم وكذلك انتقاداتكم شكرا على حسن المتابعة وتخليكم مع الفيديو على بركتي الله اولا كنجيبوا ايناء العجن وكنوضعوا فيه قفصة من الملح ثم كنجيو كنحتاجوا كما قلت لكم في الاول غير بيضة واحدة اللي تكون بدرجة حرارة المطبخ والبيضة تكون من حجم متوسط الى كبير كنحتاجوا واحد الكيس سكر نكهة الفانيلا من وزن 7 غرامات ونصف غادي نضيفوه البيضة ومن بعد غادي نحتاجوا للسكر كنحتاجوا منو كاس الى ربع من السكر دائما بالحجم ديال الكاس قياسو مئة وخمسون ميلي لتر بالنسبة للسوائل وبالنسبة للسكر كيوزلينا مئة وعشرون غرام هنا يغا نحتاجوا تقريبا مئة وعشرة غرام من السكر كنجيبو الخلاط وكنخفقو البيض مع السكر جيدا هنا يبغيتو تخدمو بخلاط كهربائي ولا يدوي او لا بطحان كهربائي ديال العاصير كيبقى لكم الاختيار كنخفقو حتى كيوزلي الخليط بهذا الشكل وهذا هو السير باش كيجينا خفيف وكيجينا ناجح كنحتاجو كذلك كاس من الحليب مايو عادي المئة وخمسون ميلي لتر غادي نجيو في هاد المرحلة وغادي نخفقو الحليب كتخفقو واحد المدة ديال نصف دقيقة تقريبا غيرتلاحظو ان الحليب نساجم لكم مع الخليط الاول ووقفو الخلط ما تخلطوش بزاف باش ما تنزلوش الخليط ديال السكر مع البيض كنجيبوه كاس الا ربع من الزيت وكنبداو نضيفوه على شكل خيط وحنا اياك نحركو النار ديال الخلاط تكون السرعة تكون خفيفة الي عملتو الخلاط الكهربائي غير كي تخفق لنا الزيت كنوقفو الخلاط ما تبقوش تستمرو في الخفق من بعد كنجيبو الخل كنضيفوه ملعقتين صغار او لملعقة كبيرة الخل كي يخليه يزيد يجيه شيش اكتر كنخلطو الخل واحد دربة خفيفة وكنوقفو الخفق والان كنمرو المرحلة دقيق كنجيبو الكأس الاول من دقيق ما يعادل دائما الكأس مئة وخمسون ميلي لتر كنجيبوه واحد الكيس ديال خميرة حلويات بيكين باودر من وزن ثمانية غرام كنعملو كيس ونصف كيس زائد نصف الكيس يعني اثنى عشرة غرام من خميرة الحلويات بيكين باودر كنخلطوها مع الكأس ديالتقيق اللي هو مئة غرام وكنغربلوها ونضيفوها الخليط السابق وكيما قلت لكم ممكن تعملو الخلاط ديال العاصير ممكن تعملو الخلاط اليداوي غير هو افضل تعملو هاد النوع من الخلاط كنخفقوه على سرعة خفيفة اخف سرعة عندكم وكنحاولو اننا ندخلو دا كأس ديالتقيق اللي معاه الخميرة في الخليط من بعد كنجيو كنضيفو الكأس الثاني من دقيق ونفس الشيء كنغربلوه باش نتفادى وجود اي تكاتولات وكنخلطوه على سرعة خفيفة ممكن في هاد مرحلة تخدمو غير بملعقة خشبية تدخلو بها الدقيق كيبقى لكم الاختيار غادي نخلطوه جيدا ومن بعد غادي نضيف نصف كأس اخر يعني في المجموع ديال الدقيق كنحتاجو كأسين ونصف من كأسين وربع الى كأسين ونصف واكد هنا يرغب تقطع لي كأسين ونصف اولا كأسين وربع من دقيق باش مهم الخليط كيكون هاكا شوية تقيل باش يجينا من تفخين وناجحين كنجيبو الصفيحة ديال اولا الصفيحة الخاصة بقواليب الكابكيك كنوضعو فيها هاد الاوراق لما متفرش عندكم كتجمعو جوج ديال ورق بدون صفيحة ولا بدون لاطة باش يبقى محافظين الاشكل ديالهم ومباشرة كتدخلوهم الفرن وكيجيو اللي كابكيك ناجحين بدون قالب الخاص بيهم نتمنى تكونوا يعني نكون شرحت لكم اولا ممكن تعملو هادوك العولب ديال الطونة والطون من اللي تشيروه مطرميوش العولب باش توضعو فيهم هاد القواليب ديال كابكيك ودخلوهم الفرن كنجيو على بركتي الله وكنبدو نفرغوه كمية من الخليط في القواليب كنخليو واحد الربع يبقى فارغ لانهم غادي نتافخو لنا في الفرن فما تملقوش القواليب عن الاخر لما ملقتوهم للاخر غادي فيضليكم في الفرن ومن بعد كنستمرو بنفس طريقة حتى كنملقوه كل الكيمية او لكل القواليب اللي متفرين عندنا وهاد الكيمية كتعطينا اثنى عشرة واحدة من بعد على بركتي الله كنحتاجو السكر الخاشن كنوضعوه في الوجه وهاد الخطوة كتعطينا كتعطينا وحد اللون دهبي كيجيونا مذهبين من الاعلى ممكن تخليهم يعني هكا كيمة هما غير هكا كيجيونا بحل كيتباعو جاهزين صراحة كيجيو روعة واحتدك السكر كيعطيهم في الوجه ديالهم واحد القرمشة رائعة موهم كنعملو واحد الرشة خفيفة في كل واحدة من بعد كنجيو كنحاولو اننا نعملو حبيبات شوكولاتة ودائما حبيبات شوكولاتة كنكونوا واضعينهم في التلاجة بايش يبقاوا محافظين على الشكل ديالهم بعد ما ينضج لنا الكابكيك يعني ما يدوبوش يجي الشكل ديالهم بينوا واضح وكنوضعوهم في الوجه ما نحاولو اننا ما نضغطوش عليهم بايش ندخلوهم بايش من بعد يبقاوا لنا على الوجه وما ينزلوش لنا الاسفل فهد المرحلة كنسخنوا الفرن يكون ساخن جدا جدا على درجة حرارة انا عملتو على مئتان وعشرون وخليتو احتسخن جيدا من بعد كننزلو الحرارة المئة وسبعون وكنعملو النار من الاسفل ونخلوهم حتى كتحمرو من بعد كنعملو من الاعلى وإلا عندكم فرن فيه خاصية كيشعل من الاسفل والاعلى عملوه من الاسفل والاعلى في نفس الوقت باش تحصلو على نتيجة افضل وهذه هي نتيجة نهائية هكا كيجي شكل ديالهم كيجوا ناجحين شوفو دك السكر كيجي مذهب وكيجي مقرمش انتمنا فعلا يعجبوكم غادي يعجبوكم مية في المية لانهم فعلا كيستحقوا الجريبة وان دائما غادي نفتح معاكم واحدة طبعا باش غادي تشوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجينا من الداخل اذا على بركة الله غادي نزولوا هاد الورق تشوفوا شوفوا ما شاء الله كده ش كيجيوا كيجيوا ناجحين اقتصاديين جربوهم على حسابي بإذن الله بسم الله كيجيوا مقرمشين من الاعلى ومن الداخل كيجيوا كالقطن جربوهم خلوا لي دائما تعليقاتكم وتشجيعاتكم استودعكم الله والسلام اشتركوا في القناة